إحنا استمعنا لكلمة الرئيس مرتين استمعنا كمان أو خدنا كم معانا زميلنا الأستاذ صفية دين دياب مراسل التلفزيون المصري بنيويورك علشان يقولنا إيه اللي بيحصل هناك إذن خلونا ناقش مع بعض دلالات كلمة الرئيس والناقش مع بعض قدر الإمكان وقدر الإتاحة من الوقت مستقبل تعاطي الدولة المصرية مع التغيرات المناخية نستضيف وينورنا داخل الستوديو دكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية ورئيس مركز تغير المناخ أهلا بك دكتور أهلا بسهلا أستاذ يوسف عمل إيه الأحوال كله تمام؟ تمام الحمد لله طيب خلينا نبدأ الأول بكلمة الرئيس دلالات بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أنا بشكر حرار جدا على إتاحة هذه الفرصة نورنا لو كنا سمعنا كلمة الرئيس مرتين فالعالم اليوم سمعها عشرات المرات لأن مصر الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين ولعل المواطن البسيط قبل المثقف بيسمع كثير عن كلمة تغير ملاخذة للفترة اللي فاتت وبدأ الزخم يزيد جدا حوالين هذه الكلمة خلال يعني أقدر أقول الشهور اللي فاتت وليس السنين اللي فاتت ليه لأن أصبحت هذه القضية قضية أطلق عليها فخامة الرئيس في حوار بيترسبرج من شهرين في برلين أنها قضية وجودية والنهاردة مرة أخرى قال أنها تحديا وجوديا طيب تحديا وجوديا بمعنى أن هذه الأزمة أزمة تطال كل متر على سطح الأرض ولا تترك دولة لا متقدمة ولا نامية إلا وتؤثر فيها وفخامة الرئيس من ضمن الأمثلة اللي أعطاها في الكلمة أن استشهد بيه سيول وفيضانات باكستان ومن قبلها سيول أوروبا وحرائق الغابات في الولايات المتحدة وفي كل مكان على سطح الأرض بدأ المناخ يضرب وبقوة ليه بقوة؟ لأن التغيرات المناخية قضية للأسف أزمة مستمرة واستمرارها بيزيد من تأثيرها يعني كل أزمة على سطح الأرض وفي العالم لا محالة مؤقتة حتى الأزمة السياسية الحالية حتى لو كان الحرب عالمية لا محالة ستنتهي وينتهي معها تدعياتها بالتدريج إلا أزمة تغير المناخ لذلك كانت كلمة فخامة الرئيس اليوم من وجهة نظر الفنية والعلمية أنها كانت كلمة قوية تعطي زخم إضافي للدولة المصرية أن مصر هنا في قلب الحدث